صباح الخير او مساء الخير يا برج الهوت فهنبدأ ببرج الهوت القراءة العاطفية وان شاء الله خير بإذن الله ان شاء الله نشوف الطاقة العامة لبرج الهوت والشريك كمان ده بحبك او بحبك او برج الهوت يعني مش زار ده عايز بجد يعني عايز بداية جديدة عايز بداية حقيقية بداية بقرار فعلا هو شكله كان بيستهبل مثلا كان بيتلكع معك كان بمثلا تقوله ازايك يرد عليها بعد يمين مثلا مثلا يعني الشخص ده عايز التباعد اللي ما بينكو ده ينتهي بقى بالزبط احنا بلنا تباعد بنكلم بعض في الاحلام على فكرة هو بيحلم بيك ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على الاخصانة بيض وقال لا 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 ممكن يكون بيحلم بيك بيشوفك مثلا الفلقطة في الحلم كده فعايزيني التباعد ده بقى فرصة جديدة نبدأ بقى فرصة جديدة بقى ونبطل بقى انا بدق بجد بدق بجد شخص ده تقريبا زي ما قلتلك كان مخاب مشاعره كان قافر على مشاعره وحططها كده جنبه وبيرفضك بيصدق فانت زهقت قلت له خلاص يا عام بقى لما انت خلاص شكرا يلا عم نروح بقى خلاص اهو انا حكمت بالعادل لانا جايلك ولا انت تروح لي وسلامه عليكم وعليكم السلام وانا اروح له اشوف لي بقى حد تاني ادي له الحب اللي عندي ده بقى ما خلاص بقى خلصت صاح من النوم ملاقش انت مشاعرك زي السامة انت ممكن تكون لما هو يجيلك انت هتبقى فرحان قوي بس انا اقولك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتباين بقى طبعا بقى برج الحوت لما كرة تيجي في ملعبه بيتهنك بقى هتبقى فرحان وسعيد جدا ولكن ممكن تكون مثلا اه يعني مش هتتغر ولكن هتقول معلمه درس معلمه درس هو يعني 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 يسيبني ويمشي اه شفت شفت اه انت تعبان قوي برج الحوت تعبك قوي 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 تعبك قوي انت كمان انت تشافيت انت تتشافى انت انت انتظرت رجوعه كتير قوي الشخص ده قلمك بطريقة ما تتصورش الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة بس ممكن تكون مثلا رائبته مثلا فلاقيته بيعرف ناس تانية وانت بتتكلم معاه طب يا عم انت بتتكلمني وبتتكلم ناس تانية طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك ده ايه لا ما بيردش وانت عندك حاليش شديد قوي ليه مع انك واخد العشر صيوف بس برج الحوت اناعمل في ايه القلب الطيب ده اناعمل في ايه طيب وخلي بالك هو شعر ان انت انت الحب الحقيق انت الحب الحقيق ما تخافش انا عارفة ان برج الحب يلدن جدا على الحجاب اللي ادهال الشخص مثلا ادتي اهتمام ادتي ايه حاجة ما تخافش الكرة في ملعبك انت انتظرته كتير قوي قوي انتظرته يتعدل مرة واثنين وثلاثة ادتته تنبيهات مرة واثنين وثلاثة لغاية ما قلت بس كفاية عشر صيوف كتير قوي يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي الموضوع تقوله مع السلامة بقى كفاية فاية بقى انا خدت عشر صوفه الدهر يا اخي وانتظرتك بين فيك كفاية بس بينه بينك انت وحشني يعني حرام بقى فانا متفقلة بالكارتين دول لان هو عايز يجي بس هو محترش وقت بس نييته حلوه هو ده اي جدة بقى انا هقولك بحبك بجد والله مش هقولك الكلمة اللي اقولها به واخيرة كاف تبقى بفتيك لا 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 هي بحبك طب هو شايفك ازاي هو شايفك عرض بس عرض هو مش حوار كبير ولا صغير بس هو شايفك فرصة انت فرصة فرصة حلوة بقول النواحي بقى انت فرصة حل فرصة شكلا وشايفك ان انت شخص يعني يعني يجذب جدا وان انت كنت مقدم ليوا عرض حلوه قوي يعني كان فرصة وانت كنت معلمين صادق ووسيقى الرحلة بس عرضك كان صغير يعني رحلة التفاق بصم شخص كنت ان شخص كبير بسو حلبت يعني ANTك شخص جذب ايه وشايفك فرصة فرصة حلوة مش ايه thanks في المقابل انت شايفه الكنج افسر دس شخص جامد في المشاعر قوي بيخب مشاعره ودايما دايما كلامه تقيل يعني وتحس ان هو انا اسفك كلمه غبي يلا غبي غبي في التصرفات ومش بيوزن التصرفات ممكن يرافع سيفه على اي حاجة اي حاجة رافع سيفه يعني ايه يا عم طب ما تاخد بيقول لها ما باخدش ود طب لي انا عملتلك ايه لا ما باخدش ود انت شايف ان هو جامد المشاعر بس هو مش جامد المشاعر يا برجل حوت الظاهر والله واعلم ان الشخص ده كان عنده ازمة كمان ان شخص ده كان عنده ازمة وبيحله ده كان سبب التباعد ان هو كان عنده ازمة والازمة دي كانت نخليها كده ممكن تكون ازمة مالية او ممكن تكون كنتوا في علاقة سلاسية وهيتخلص من الطرف الثالث ويجيلك كله كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه يعني اروح لده ولا اروح لده وكان محتار هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه طيب انت يا عم انت اللي عايز تقدم لي كاس الحب انت بقى هتعمل ايه ايه الفرصة ايه ايه مش الفرصة ايه اللي بيفكر يعمله هو 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 ندمان جدا قوي ندمان لدرجة انت متتخيلهاش وانا عارف انكي ناس تقول لي لا 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 ده عمره مبقى ندمان مش بيبين بص انت شايفه ازاي دي اللي انت شايفه ده حقيقي هو ده اللي بيزهره للناس انا جامد انا قوي انا ايه ولا تقصر معي ولا ولا ايه حاجة الخطوة اللي هياخدها انه ندمان قوي ممكن يكون حيرجع بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك لان انت مقابله باللافرز انت بتحبه يا برج الحوت اول مسلا مش عارف اقولها لك ازاي بقى يلا فهو لما يرجع الخطوة انه هو عايز يرجع بس ما هيبقى مكسوف يعني ممكن يتكلم معك بس اللي هو يتكلم ايه مسلا عامل ايه ازاي مسلا متكلمش كلام مباشر تمام يعني حتى هنا شخص مخبي مخبي مش عارفه فهو ممكن يرجع ولكن هيرجع اللي هو مش الرجوع اللي هو ايه مسلا انا يلا نجاوز دلوقتي او يلا نرجع دلوقتي حالا لا هو هيبقى مكسوف قوي وبيترقب انت هتعمل ايه لانه الشخص ده شكله عنده كبناء علي قوي قوي يعني مش زور ويحبش حد يجراحه ولا حد لو برج الجوزاء يبقى لانا بقوله ده صح اه بالزبط اهو شوف الكارتة التالت كانت علاقة سلسية هانت علاقة سلسية زي اللي انا قلته بالزبط فيه كرار هو خده الشخص ده يأم اختار طرف غيرك في الاول خالص وبعد كده تبين لي ان الطرف ده ايه كلام وينها العلاقة دي كان في علاقة كارما شخص ده كان في علاقة كارما لو انتم ما تعرفوش فممكن يكون كان في علاقة سلسية كانت فيه علاقة كارما شخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار شايفك ان انت ممكن بص بقى ركز معي من البيج اوف بانديكلز للكينج انت البرينس شوف انا لفت انا لفت على كام واحدة ورجعت لك انسي فيها انا شوفت كام رجل ورجعت لك انت في الاخر فهو عايز الاستقرار بس لو رجع هيرجع كده عشان ما تستغربش مش هيقول مشاعر خالص هو الاول هيجس النبط مساء الخير مساء النور عامل ايه او عامل ايه ما تعرفش نعمل ايه اصل الفوتة الصغيرة عملها بعيد والفوتة الكبيرة الام مش لايه بس هو ده هيقوله انه ما تتوقعش ادخل يقولك انا بحبك انه بص اي كلمة هيجل هيطير لانه يعني مش عارف يوري وشه منك انت انت شاب لقى معه طعمك عشرة طعمات هو عارف وعمل ايه كويس اوي عارف هو عامل ايه كويس اوي وعارف انه كان مبايع فرصة من ايده بس انت بقى مش هتسكت انت هتقوله انت لسه طاعتين ده متعيط يلا يا عام يلا عامل ايه بحبك زالفرز ايمزا هتبايل له مشاعرك على طول ممكن ولا هتعمل ايد اعنا شوف كده بس برب الحوت هو وحشك اوي يا برب الحوت وانت هتفرح به قوي بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقولك انا غلط في حقك وتعالى نصلح العلاقة اه انت اش معقول يا برب الحوت كده وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سبعة وانت هتقوله انا هشفيك انا هخليك تتشافي شخص ده هيجي يقولك انا تعبان لا يا بان قوي انا غلط انا عارف انا غلط هتقوله ولا يهمك ممكن تتعبدو بص ممكن في الاول تعمله الوش ده ممكن يعمله ان انت مش واخد بالك منه مسلا او اللي هو اهلا مسلا تفضل تفضل اهلا بيك يا اخوي اهل اهل تفضل اه ها ها خدت ايه ها خدت ايه من انت روحت لها كده مسلا ولكن انت في غرضك جوا نفسك انك عايسش فيه في غرضك جوا نفسك ترجع العلاقة دي تاني انت بتحبه ده توقع مروحك ما تجدبش على نفسك بقى ما تجدبش على نفسك اكتر من كده اهو انت جواك دي خطوتك خطوتك ان انت ترجع له تاني لان انت شايفه الاستقرار هو شايفك الكنج اوف بانتكنس وانت شايفه العشر كبات احنا متفقين انت متفقين ده رجوع لا محال دي خطوت الوائز اخدها لو هو اخدت الخطوة دي انت تاخد الخطوة دي ماخدش الخطوة دي انا مش اخده الخطوة دي بس بكل بساطة طيب بص بقى هو الان من ايه اللي قالقه او هو شايف ان العلاقة دي اه لو انا جيت مثلا وقدمت عرض ايه اللي ممكن احصل بص بقى عشان هو عارف اللي عمله وعارف ان هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض عشان كده مش عارف يوري وشه منك خايف يرجع مع انك بتحبه بس واخد يرجع عمل بلاوي شخص ده عمل بلاوي ايه ان كان ان عمله بص هو عمل بلاوي بلاوي بالنسبالك فخايف يقدم عرض شخص ده عنده كبرياء بشع فخلي بالكم عشان ده او زي ما قلت لك هتصده جامد هيجري هيجري فخايف يروح يقدم لك عرض ترفضه يزعل بقى هو يزعل دايق بقى تا عندك عروض تانية على فكرة بس انت كنت منتظر عرضه وقصت كنت منتظره ومرجعش وخايف ظنك كتير قوي سهو خايف بقى بعد المدة دي كلها يعني هي هتقدل هتقدل مني ان هي ترجعني يعني بعد اللي احنا عمل ده تعمل فينا ده كله هيقبل يتكلمني مرة تانية او خايف كده مثل انت شايف عكس كده الجحية غريبة يعني شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي يعني ايه ده في ايه على فكرة ممكن تكون السوري افتراءة عكسية وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد وانت بقى اللي ندمان بس ايه ما اعتقدش ان انت اللي ندمان ما اعتقدش يا برج الحوت برج الحوت ما بيندمش على اي حاجة سابها عموما يعني بطف كبس ده تبقيت لك مقلوبة وده كمان مقلوبة يعني الورق انا عدلية لا مش عدلية تخيل يلا جات مقلوبة وكويس ان هما جوا مقلوبين شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت ازاي خدت الورق مبسطتش فيه وكرتك هنا كمان بص يا برج الحوت دي من عند ربنا على الاسمش هتكلم تاني شخص ده كان بيتلاعب بيك مش في الاول مش بيتلاعب كان بيتملص منك تجي تقول له ازاك عامل ايه رد عليك بعد ثلاثة ايام كان كل ما تقرب منه ايه بات اقرب ايه بات لالا قال دي كانت افق انا لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانة تتكلمه تبقيه ويتنج مع واحدة مثلا تتكلمه هتلاقيها مثلا عمضة لايك لواحد مثلا اي حاجة المرة دي عايز يجيلك بعرض عرض حقيقي عرض مش هجدب عرض كل حب انا حسيت بيمتك انا مش هجد منك تاني انا بحبك من الاخر انا عايز اشيط بقى اللي حصلي شخص ده يا اما هي حاجة من حالتاني يا اما هو في عم سبته بعضه هو اكتشف امتك يا اما دخل في علاقة تانية كانت علاقة ثلاثية وطرف التالب بالمعنى الاضطي كده مش هجد اقول الكلم علاوة بس هو خد الصدمة طيب اللي مفرحني في الليلة دي مع انك انت هو خايف منك ولكن العلاقة دي مستقبلها ان شاء الله باذن الله في الشهر لو انت رجعت البعض هنا في شوية الكاف في الاول للحلقات دي كلها فهتبقى علاقة جميلة مش علاقة ثلاثية لا 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 هتبقى اه هيبقى في احتفال هتحتفلوا مقلوبة دي ولا ايه لا هتحتفلوا ممكن ممكن اه ده ممكن يقولك ايه نعزى اتجاوزك يلا يا عم يلا يا عم نتجاوز يا عم انا خلصة خلاص الشخص ده عايز يتجاوز هالفكرة الشخص ده عايز يتجاوز لان ال king of cups اه ايوة بقى هو ده هو ده هو ده الكلام اللي يفرح الشخص ده عايز ينهي الماضي يقفل صابحة قديمة بقى اقفل بقى يا برب الحوت بقى اقفل وركز معي كده ركز ده انا توقم روحك يا عم دي العلاقة هي دي انا 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 شايفك ال queen of pentacles لو انت واحدة شايفك ال queen of pentacles والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت اكتشف ان انت الصمير بتاعه بص بص الورقة بتكلم والله انته توقم روح وبتاع بعض يعني مش يظهر الشخص ده لو كان بيه تلاعب بيك فهو عارف قلطته طيب لو رجع يا برج الحوت في انتصار ده انت حتى تكفل يا باب الحوت لو رجع تاني انا عارف ان مشاعرك كويسة زي الصعر ان هتفرح بس هل برج الحوت اا مش عارفة ليتطلع ايه اه في حد ما بينمش في حد ما بينمش ممكن يكون هو اوكي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طيب برج الحوت تعبه بهدوء ولا تكمل في هذه العلاقة؟ اعطاكو دي برج الحوت ان انت مفروض ان انت ما تعدبوش قوي لأ طيب برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى وانت جتلك ملعبي اه انت خايف اه شو قلتلكم؟ انا كنت شكة ان في حاجة هتحصل لا 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 ليه كده يا برج الحوت؟ ليه كده؟ ليه الكوين الكوين ليه 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 انت هتتديله الكلام جميد قوي ده انت شايل له شوية كلام لا حصل ولا بحصل وعشان كده خايف منك ومش عايز يوضر وشه خالص ده هو بيحسس بألف حساب يجي ولا مجيش ده انت شايل منه بطريقة وعايز انتقم وعندك راجز انت بتقول في نفسك انت الغريب قوي برج الحوت انت بتحبه وعايز معاه جواز وفي نفس ذات الوقت انت خايف مني بس هتحصل خناء هتحصل خناء وهتديله كلامي يعني جامد مش زل اللي هو بص بقى مرفع لك سيفي وجايلك اوه انا لا خايفة منك ولا اي انتاش انا مش خايفة منك فقط بس هتحصل خناء دي شكرا شكرا